إقامة منطقة عزلة أعلى الحدود مع أوكرانيا هدف الروسي أعلن عنه الرئيس فلاديمير بوتن بداية العام الحالي ها هي روسيا اليوم تبدأ بعمليتها العسكرية في خاركيف في أول فصول تنفيذ هدفها منعا لأي هجمات أوكرانية ضد أراضيها كان آخرها في مدينة بيلغورود الروسية يحتدم القتال على مشارف خاركيف شمال شرق أوكرانيا وزارة الدفاع الروسية أعلنت السيطرة على بلدات إضافية في المقاطعة في معارك أدت إلى مقتل نحو 1500 عسكري أوكراني في إطار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ونشرت الدفاع الروسية مشاهد الاستهداف تاقم مقاتلة سو 34 الروسية معاقلة ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية بقنابل من طراز فاب 500 في منطقة العملية العسكرية الخاصة المعارك هذه تتزامن مع إخلاء السلطات الأوكرانية أكثر من أربعة آلاف شخص من المناطق الحدودية مع روسيا وفق ما أفاد به الحاكم الإقليمي أوليغ سينوغوبوف في وقت يؤكد فيه الرئيس الأوكراني فولودمير زيلانسكي أن معارك عنيفة تجري على طول الجبهة في خركاف قائد الجيش الأوكراني أوليكزاندر سيرسكي حذر من مواجهة قوات بلاده موقفا عصيبا في القتال الدائر بمنطقة خركاف لكنه أكد أن الجنود يبذلون ما في وسعهم للصمود في انتظار وصول حزمة المساعدات العسكرية الغربية إلى أوكرانيا التي استغلت موسكو بحسب كييف تأخر وصولها لبدء هجومها المباغت على ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا وأحدى أبرز النقاط الاستراتيجية فيها